رمضان قد أشهر الشهر العظيم هلاله وأفاء بالخير الغزير ظلاله من بعد بعد قد أتاكم فاغنموا أيام شهر قد أناخر حاله شهر الصلاح فأصلح القلب الذي من طول بعد أغلقت أوصالوه شهر التقرب للكريم ولطفيه شهر العطاء فلا تدوم من ناله هو جنة فيحى وروض زاهير هو فرصة فلتغن من إقباله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين أما بعد أيها السادة المشاهدون الأكارم أيها السيدات المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبل شهر رمضان شهر الخيرات والبركات شهر المنح والنفحات والمكرمات أهلا بشهر التقى والجود والكرم شهر الصيام رفيع القدر في الأمم أقبلت في حلة حف البهاء بها ومن ضيائك غابت بصمة الظلم مشاهدين الكرام نرحب بكم في برنامجنا الحواري الجديد الذي اخترنا عنوانا له شهر التغيير شهر التغيير رمضان شهر التغيير اخترنا هذا العنوان لأننا نلاحظ أن الآية التي نزلت لتفرض الصيام أشارت إلى هذا التغيير المنشود فقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بل إن هذا القرآن الكريم نزل في شهر رمضان فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بل إن كل الكتب السماوية التي نزلت لتغير واقع البشرية نزلت في شهر رمضان كما أننا نلاحظ في واقع الناس حدوث تغيير خلال شهر رمضان مجموعة من السلوكات الخاطئة تتغير يغيرها بعض الناس إلى سلوكات حميدة طيبة فنحاول في هذا البرنامج وخلال مجموعة من الحلقات أن نرصد تلك السلوكات التي يغيرها بعض الناس فنقف عندها ونرصد دلالاتها ونحللها ثم نحاول أن نتلمس سبل الثبات عليها والاستمرار عليها إلى ما بعد شهر رمضان بإذن الله عز وجل في برنامجنا هذا يكون الحوار مع الضيفين الكريمين الأستاذين الجليلين فضيلة الدكتور سي محمد الخياطي أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس متخصص في علم العقيدة ومقارنة الأديان خطيب وواعظ وله أنشطة دعوية معروفة مشكورة داخل المغربي وخارجه مرحبا بكم الدكتور محمد الخياطي وكذلك فضيلة الدكتور الجليل السي عبداللطيف زاهد أيضا أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس وجه دعوي معروف داخل المملكة مرحبا بكم الدكتور عبداللطيف الحلقة الأولى من هذا البرنامج سنتحدث فيها بصفة عامة عن هذا التغيير المنشود خلال شهر رمضان الدكتور محمد الخياطي الأديب المعروف مصطفى صادق الرافعي يسمي رمضان بأنه مدرسة الثلاثين يوما لما تحدث عن دور رمضان في التغيير على مستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع قال لو يقول رحمه الله تعالى لو عارف العالم حقيقة رمضان لسماه مدرسة الثلاثين يوما هل لكم أن تضيء لنا هذه النقطة وتبين كيف يكون رمضان محطة للتجديد والتغيير بارك الله في أستاذنا الفاضل سيونس وأقول بحول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن ولاه إذن صدق مصطفى الصادق الرافعي لأن الله عز وجل لما خلق هذه البشرية وخلق الإنسان وخاصة ذاك الذي يرتبط بربه سبحانه وتعالى عبر منهج هذا المنهج هو متكامل لا يمكن أن يخرج عنه إلى ما لا تحمد عقباه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذا الإنسان وهو أعلم بما ينفعه وهو أخبر بما يضره ولذلك فهذا الإنسان يحتاج إلى محطات في حياته قصد التزود هذا أولاً ثم يحتاج إلى مجموعة من الأساسيات والأدبيات في حياته ليتغير لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعله بطبعه يبحث عن الكمال ويبحث عن الرقي ويبحث عن الازدهار ويتغير من الأسوأ إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شهر رمضان الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى بأيام معلومة لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين وممكن أن تنحصر في التسع وعشرين الهدف منها في مصلحة هذا الإنسان الذي قرر أن يربط حياته بالله سبحانه وتعالى عبر مصطلح التقوى ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا استعنت أيها التابع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معني فقط بهذا التغيير بل تغيير الذي يحدثه شهر رمضان أو يحدثه الصيام ما ارتبط بنا نحن فقط وإن ما ارتبط بكل الأمم لماذا؟ لأن محبة الله عز وجل لهذا الإنسان هي التي جعلته يجعل له أمثال هذه المحطات ولكن أعظمها وأكبرها في حياة الإنسان هي محطة رمضان لماذا؟ لأنه بالمنطق الواقعي للإنسان المسلم الذي فرض عليه ربنا سبحانه وتعالى الصيام في السنة الثانية من هجرة رسول الله ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا يصومون بل كانوا يصومون إلا أن الله عز وجل أراد من هذا الصيام صياماً تغييرياً صياماً حضارياً هذا هو الذي قصده ربنا سبحانه وتعالى حينما فرض علينا شهر الصيام كاملاً من أول يوم إلى التلاتين أو ببزوغ هلال شوان إذن أولاً لمحبة الله لأن هذا الإنسان المؤمن والله لا يعيش بأعظم من ربانيا وهي المودة وهي التي أشر إليها ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم وهو يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّة فمن ودّ الله ومن حب الله سبحانه وتعالى أن فرض عليه هذا الشهر الكريم لماذا؟ أولاً ليبتعد عن مجموعة من السلوكات الرديئة والتي تكون عثرة في مسيرته مع الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان مسافر في هذه الدنيا فإما أن تسافر بمنهج رباني وإما أن تسافر بمنهج شيطاني الله عز وجل جعل رمضان كمحطة لكي يخرج الإنسان من سبل بعيدة عن الورع وعن التقوى لتعود به إلى المنهج الحق وهو منهج الله سبحانه وتعالى فكم من إنسان يتناول الخمور نجده يقلع عن هذه الخمور قبل حلول رمضان كم من إنسان نجده في بعض الأحيان قاطع لرحمه فقبل حلول رمضان نجده يصل هذه الرحم فكم من إنسان مخاصم لجيرانه في بعض الأحيان يصل جيرانه في عرفه وفي اعتقاده أن رمضان وأن الصيام ربما لن يقبل منه إلا إذا قام بهذا التغيير إلا إذا خطأ هذه الخطوة وأنا أسمى رمضان هو أعظم قنطارة يمكن للإنسان أن يسلكها من بعض التصرفات التي تخدشه وتخدش حيائه كمؤمن إلى بر الأمان مع الله سبحانه وتعالى ولذلك فالله حينما قال لعلكم تتقون كأنه يرجون ويرجو كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يجعل من رمضان مدرسة لتغيير حياته نحو المستقبل لكي يلقى الله عز وجل وهو على درجة كاملة ومسكمة كاملة أولاً من الأخلاق من العفة من الحياة وهي رأس مال الإنسان المسلم على سطح الأرض وأيضاً يوم القيامة لأنه من عاش سعيداً هنا والله سيعيش سعيداً هناك تعيش سعيداً في دنياك بماذا؟ بالورع والتقوى لأن رب قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً فهذا المخرج يكون بمثابة جلب السعادة للإنسان ولذلك فرمضان هو أعظم محطة لجلب السعادة لكل إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيكم دكتور جزاكم الله خيراً دكتور عبداللطيف زاهد الدكتور الخياطي ذكر نماذج للتغيير التي نشاهدها في رمضان ربما بعض الناس يتوقف عن شب الخمور بعض الناس يصل رحمه وغيرها من هذه الأمور التي نشاهدها برأيكم ما هي الأمور وما هي الحوافذ التي تحفز هؤلاء الناس على التغيير على أن يغيروا بعض العائلات والسلوكات لماذا تحديداً في رمضان لماذا رمضان شهر التغيير ما الحوافذ التي تدعو إلى هذا التغيير بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم أستاذ الفاضي وجزاكم الله خيراً وأنا سأعيد للمشاركة في هذا البرنامج الذي يطمح إلى بيان التغيير المنشود المطلوب في هذا الشهر العظيم شهر الصيام بارك الله فيكم جواباً على سؤالكم يمكن أن ننطلق من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفذت الشياطين فهذا الحديث النبوي الكريم يبين لنا أعظم هذه المحفزات أعظم هذه المحفزات التي تجعل المسلم ينطلق كما ذكر أستاذنا الفاضي ينطلق نحو الجنة بسرعة كأنما كان مقيداً عن سلوك هذا الطريق فإذا بدخول رمضان من فتاح أبواب الجنة وانغلاق أبواب النيران وتصفيض الشياطين يجعل هذا الإنسان ينطلق نحو الخيرات طبعاً لا بد أن نستحضر أن هذا الإنسان يعلم ويرجو ما عند الله يعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بالعمل لا ينال إلا بالجهاد لا ينال إلا بالتقوى لا ينال إلا بمواصلة الليل بالنهار ومواصلة الأعمال الصالحة حتى يصل إلى المطلوب هذه المحفزات إذا علمها الإنسان وإذا علم الأجر الذي ينتظره خذ مثلاً أجر الصائم وأجر الصابر وهذان المقابان الجليلان العظيمان يجمعهما شهر الصيام الصوم والصبر الصوم والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكذلك في الصيام يقول الله سبحانه وتعالى كل عمل بن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله تعالى يقول لملائكته أكتبوا لعبدي العمل بعشر حسنات أو مئة حسنة أو سبعمائة حسنة إلا الصوم أترك مكانه فارغاً أنا الذي سأوقع أنا الذي سأجزي به سأجزي عبدي بهذا الصيام فالعبد حينما يستحضر ثواب الصابرين وثواب الصائمين وثواب المجتهدين قياماً وصياماً وإقبالاً على الله سبحانه وتعالى فهذا أعظم حافز يجعل الناس يطمحون إلى التغيير فلا غرابة أن ترى المساجد مكتظة وأن ترى المنافسة في الخير المنافسة في الصفوف الأولى صفوف الأولى في المساجد الصفوف الأولى في توزيع القفف يعني الصدقات والتبرعات الصفوف الأولى يعني في تلاوة القرآن والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى الصفوف الأولى في ختمات القرآن في كثرة الركعات في قيام الليل تجد الإنسان دائما في هذه الصفوف لأنه يشعر فعلا أنه إذا لم يتغير في رمضان فمتى سيتغير فهذه محفزات داخلية وخارجية داخلية تنبع من إيمان العبد وخارجية يعني ما يراه الإنسان يعني من إقبال الناس على الله وأنت عندما تقول في القرآن وفي قراءتك للفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هذا الضمير ضمير الجمع هو مطلوب لا تقول إياك أعبد وإياك أستعين وإياك أستعين وإنما تقول إياك نعبد وإياك نستعين فهذا الضمير الجمع المقصود به التعاون على العبادة وتحفيز الناس بعضهم بعضا على العبادة هذا التحفيز يكون حينما ترى المنافسة في البيت الزوج كم ختمتك أين وصلت في ختمتك الأولى الزوجة تسأله وصلت كذا وأنت أين وصلت الأولاد كذلك الأبناء الصغار الكبار يتنافسون ثم الأصدقاء فيما بينهم حتى في بعض الأدخل في رمضان أحيانا إلى بعض الإدارات فتجد الموظف له وقت مستقطع للقرآن الكريم بينما في أوقات أخرى ربما ينشغل بالهاتف لأن نفس التوقيت ونفس العمل أنهى مهمه أنهى أشغاله ولكن في رمضان يعلم أنه ينبغي أن يختم القرآن فتجده يخصص وقتا لكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا شهر التغيير وهذا شهر المحفزاته كثيرة طبعا لا يتسع المقام للتفصيل فيها ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق و بارك الله فيكم و جزاكم الله و خير جزاكم الله و خير و لعلى سبحان الله هذا القضية التي ذكرتم قضية التعاون و أخذتمها من قول الله تعالى إياك نعبد و إياك نستعين نلاحظ حتى الآيات التي جاءت في الصيام و أشارت إلى التغيير ربما أذكرت هذه الصيغة الجمع هذه الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله أنا أتأمى في آية الصيام و الترابط فيما بينها قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هو هدى للناس ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك قال و لتكبروا الله على ما هداكم و لتكملوا العدة و لتكبروا الله فهو تكبر يعني يكبر الناس الناس يكملون العدة و يكبرون الله عز وجل و يشكونه على ما هداهم و يتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون فيشكون الله عز وجل على هذه الهداية و هذا التغيير الذي حصل و لعله أيضا من الأمور التي تحفز الناس مسارعتهم إلى تحصيل مغفرة و النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فسبحان الله يعني الناس ستكون متعطشة إلى هذا الأمر فتحرص على مغفرة ذنوبها فيحرصون على سلوك سبيل لهداية و التغيير و هذا الأمر الذي ذكرته ينقلني إلى سؤال لكم فضيلة الدكتور الخياطي يعني هذا الإنسان إذا تغير و حاول أن يعدل بعض سلوكاته ما الذي يرجوه من هذا التغيير ما الفائدة المؤملة من وراء هذا التغيير بسبسيلي هذا الفرد في حد ذاته و أيضا بسبسيلي المشتمع يعني ما الذي يجني المشتمع و ككل من هذا التغيير بارك الله في أستاذنا الفاضل هذا السؤال القيم طيب الذي نحتاجه في واقع الأمر و في حقيقته أولا لابد أن نعود إلى ما ذكره أستاذنا الفاضل سدي عبدالطيف و هو يجون بخاطرنا و يدق على سويداء قلوبنا من خلال ذكر مجموعة من الأحاديث التي تعببنا و تشجعنا على الإقبال على الله سبحانه وتعالى و خصوصا في هذا الشهر الكريم الجوائز لا يمكن أن تحصى و تعد لأنها من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان الصائم و إن تعد نعمة الله لا تعصوها و يكفي ما سبق ذكره أنه إذا كان أول ليلة من رمضان هل جائزة الأولى؟ و ليهم دون أن نشرع في تصنيف الناس في هذه المسألة لأن الحديث واضح إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم و من نظر الله إليه لا يعدبه أبدا كما جاء في رواية الشافعي و يقصد الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بالصيام هذا الأمر الأول المسألة الثانية الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان خلقه بمنطق العقل أولا لأن حتى الإيمان لا يقبل منه إذا لم يكن خاضعا إلى العقل ولذلك القاعدة الثانية عندنا في إيماننا قابلية الإيمان للتعقل و كأني بالله عز وجل يقول له أيها الإنسان إن أعظم نعمة أنعمت بها عليك هي نعمة العقل هي هذا اللب فإذا لم يقضك هذا اللب للاقتراب مني ونيل مغفرتي و الضفر بأعظم جائزة وهو أن أدخلك الفردوس و أن أريك وجهي فأين عقلك؟ كيف لا يمكن لهذا الإنسان أن يقتفي آثار هذه الجوائز الربانية و هو يعلم بأن أبواب الجنة كلها قد فتحت و يعلم أن أبواب النار كلها قد أغلقت و يعلم بأن هذا الشهر هو شهر مبارك افترضه الله علينا؟ لماذا؟ في مصلحتنا نحن و ليس في مصلحته لأن عبادتي و صيامي و قيامي و ركوعي و سجودي هل سيزيد من ملك الله شيء؟ والله لن يزيد في شيء و إذا كنت عصيا هل سيقص من ملكه شيء؟ أبداً و لكن كما قلت في بداية الحلقة أن محبة الله لهذا الإنسان ما يريد بعذب ما يفعل بعذبه ربنا سبحانه إن آمن و شكر و لذلك هذه جوائز ما ينبغي للإنسان أن يحرمها و لذلك هناك أيضاً مغفرة للذنب وهي أعظم جائزة و أنا أعطي للمشاهد الكريم بعض الأمثلة المادية هب أنني مدين لك بمبلغ كبير جداً روحة ربعين مليون سنتيم و حددت معي يوماً من السنسة أرد لك دينك فإذا باليوم قد حل و ما عندي مبلغك ما عندي هذا المبلغ الذي أعطيته لي فأتيت تطرق بابي أنا مستحي منك لأن الدين هو هموم بالله مدلة بالنهر فإذا بك تطرق بابي وتقول لي إنا ديني ساقط أفرح أم لا أفرح فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو يقول على لسان الصادق المصدوق أن كل الدنوب التي اقترفها الإنسان في سانته شريطة أن يبتعد عن الكبائر المهلكة المدمرة للكيان و للمجتمع و للحضارة و للدين فإن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنه أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر فهذه جوائز عظيمة جدا بالإضافة هذه جوائز ممكن أن نقول بأنها جوائز فردية و أنا أقول لك إذن هذا مرتبط بك كفرد فما هي الجوائز الأخرى التي يمكن أن تعود على المجتمع إن الصياب هو أعظم مدرسة لتهديب السلوك هو أعظم مدرسة كما قال الأستاذ عبدالطيف للبدل والعطاء والكرم فأنت تتحول من ذاك الإنسان الذي ينسج فسيفساء ذاتيا إلى إنسان يكون لي عقداً اجتماعياً فيه الكرم فتجد الناس في رمضان يفطرون الناس بل نجد في بعض الأحيان بعض الناس يحملون أطباق إلى أين أنت ذاهب يقول أبحث عن إنسان ربما مسافر أو ما وجد طعاماً إلى غير ذلك هذا الأمر التالي مسألة أخرى تجد الإنسان حتى في عمله قد شرع في تغيير سلوكه العملي فكم من الناس والله كانوا يغشون في أعمالهم يغشون فلما جاء رمضان رابط قبول صيامه ليس فقط من الصلاة بل حتى بقبول العمل عند الله سبحانه يجب أن يكون خالصاً كم من إنسان ربما له درية له زوجة إذا حل رمضان تجده يحرص على أن تكون عاففة حتى في لباسها إذن كل هذه التصرفات والسلوكات أنا أعتبرها جوائز تعود على الفرض بالنفع وتعود أيضاً على المجتمع لأن هذا الإنسان ما يبتغي من هذا الصيام يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وهو أن يحقق فيه مضمون ومنطق الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعدها إيمانكم كيف يعقل أنك مؤمن تقرأ كتاب الله ولا تعمل بمدرسة رمضان ويريد أن يفوز بتبيض الوجه وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله يوم فيها خالد هذه جوائز بعجالة يمكن للإنسان أن يضفر بها من خلال هذه المدرسة الربانية مدرسة رمضان بارك الله فيكم دكتور لشك أن الإنسان تهفو نفسه إلى أن يحصل من هذا الجائزة أن يغفر ذنبه من صام رمضان إيمان حساباً غفالة وما تقدم من ذنبه بل سبحان الله حتى الاستقامة على أمر الله عز وجل وترك السلوكات السيئة هذا أصلاً السبب في سعادة الإنسان في دنياه قبل آخرته الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحاً من ذكي نونثى وهو مومن فنحيي أنه حياة طيبة وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة وإذا صالح هذا الإنسان سيصلح المشتمع وستختفي مجموعة من السلوكات التي تضر بالمشتمع لكن هنا أن أقول السؤال فضيلة الدكتورة باللطيف زاهد قد يقتنع الإنسان وهو يسمع مثل هذا الكلام بضرورة التغيير وبأنه علي أن يغير نفسه وأن لا يضيع فرصة رمضان فيغير مجموعة من السلوكات لكن هنا قد يطح السؤال ما هي بعض الوسائل التي يمكن أن تساعده على هذا التغيير يعني ربما هو يريد أن يغير فيجد نفسه مشدودا إلى أثقات الأرض فما هي الأمور العملية بعض الخطوات العملية التي يمكن أن ننصح بها من يريد أن يغير هذه السلوكات التي بما تكون سلوكات خاطئة في هذا الشهر الكريم صحيح بارك الله فيك يعني لا بد من استحضار العبد هذه الوسائل التي تساعده على ملازمة الطريق في رمضان لعل من أهمها الصدق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون توبة خالصة أن لا تكون توبة مؤقتة لأنني أرى كثير من الناس ربما يتوبون في رمضان ولكنها قد نسميها توبة مؤقتة أو توبة تجريبية أو شيء من هذا القبيل لكن إذا لم يكن هناك صدق في التوبة وإخلاص في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فربما سيشتغل الإنسان في هذا الشهر بأعمال كأمثال الجبال ولكنها بعد ذلك تصبح هباء منثورة وعندما نقول صدق التوبة فنستحضر منطلقين التوبة بالإقلاع وترك المعاصي والتوبة بالإقبال على الطاعات لأن بعض الناس حينما يسمع مصطلح التوبة يقول التوبة العاصي فلان هو الذي ينبغي يتوب شارب الخمر هو الذي ينبغي أن يتوب العاقل والديه هو الذي ينبغي أن يتوب طبعا هؤلاء ينبغي أن يتوبوا لكن حتى المقصر في الطاعات والمتكاسل في الطاعات ينبغي أن يتوب وحينما خاطب الله سبحانه وتعالى آمرا بالتوبة خاطب الجميع فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لم يقل أيها العاصون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم لعلكم تفلحون فرمضان يعني يعينك على هذه التوبة وأن تكون توبتك صادقة بماذا؟ أولا بالتدريب على الطاعة وذوق حلاوة الطاعة لأن سبحان الله حينما يذوق الإنسان حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى في فترة معينة فإن هذا أدعاء يواصل أدعاء يواصل فيكون شهر رمضان فرصة للتدريب والاجتهاد في الطاعة وكذلك فرصة للإقلاع والابتعاد والابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن رفقة السوء والابتعاد عن المثبتات التي تثبت الإنسان في إقباله على الله سبحانه وتعالى فتجده منطلقا في ذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار في ختمات القرآن آناء الليل وأطراف النهار في أعمال البر والصدقات وغير ذلك من الأعمال طبعا هذا يحتاج إلى رفقة حسنة إذا قلنا قطع الصلة مع الرفقة السيئة فلابد من البحث عن الرفقة الحسنة ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فاختر لك رفقة تقية خصوصا في رمضان رفقة التي كما ذكرنا في المداخلة الأولى رفقة تعينك على المنافسة في الخير قطت نفس مع الناس سمحوا لي أن أقولها لكم الدريجة قطت نفس مع الناس غير ذليف دي الحريرة ما حالش ربتي أنت ما حالش ربتي أنا البحراء دربت ستد ذليف دي الحريرة لا شوف رفقة رفقة تعينك تعينك على المنافسة في ختمات القرآن المنافسة في منازمة المسجد المنافسة في ختم التراويح نصلي جوش ختمات وصفها ولا يسميته على أكتفو ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب التراويح في هذه السنة وقد حرمنا منها سنتين متتابعتين سنتين عجفوتين نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء لكي نقبل على مساجدنا ونقبل على ختمات التراويح وختمات القرآن وأصوات المجودين فهذه كلها محفزات تعين الإنسان على الطاعة ويسأل الله تعالى أن يعيننا عليها بارك الله فيكم جزاكم الله وخيان وفعلا هنا يحضرني كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتما فليقول إني مرء صائم وسبح الله هذا الحديث هذا يشي إلى مسألة تغير أن الإنسان ينبغي أن تتغير جوارحه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض فلا يتكلم بكلام لا يرق لا يسخب حتى الهدوء في كلامه مطلوب فإن سابه أحد أو شاتما فليقول إني مرء صائم يعني هنا يتعرض الاعتداء ويعتدى عليه ومع ذلك يضبط لسانه ويقول إني مرء صائم فما ظنك بالذي هو يهاجم ويبادئ الاعتداء على الآخرين فلعل إدراك حقيقة الصوم مساعد على التغير يعني إذا أدرك الإنسان أن عليه أن تصوم جوارحه كلها حتى يقبل صومه فهذا تدريب عملي خلال الثلاثين يوما حتى تتحقق مدرسة الصيام كما قال الأديب الرافع رحمه الله تعالى وكذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إضاعة هذه الفرصة من إضاعة فرصة رمضان يوم قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل رمضان فلم يغفر له فلا غفر الله له هنا قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دعاء عليه بأن يلسق أنفه بالرغام اللي هو التوراب كنا يعني الذل والعياذ بالله فلا غفر الله له فأمن صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل الأرض وأمن جبريل وهو سيد أهل السماء فنرجو الله تعالى أن يوفقنا والمشاهدين والمشاهدات لحسن اغتنام هذا الشهر بما يصلح سلوكنا وأحوالنا ويقربنا من الله سبحانه وتعالى أيها السادس والسيدات انتهى وقت هذه الحلقة نشكر الأستاذين الجليلين على ما أفادان به وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان رمضان قد أشهر الشهر العظيم هلاله وأفاء بالخير الغزير ظلاله من بعد بعض قد أتاكم فاغنموا أيام شهر قد أناخر حاله شهر الصلاح فأصلح القلب الذي من طول بعض أغلقت أوصالوه شهر التقرب للكريم ولطفيه شهر العطاء فلا تدوم من ناله هو جنة فيحى وروض زاهير هو فرصة فلتغن من إقباله شهر العطاء فلتغن من إقباله